موسيقى موسيقى عزائنا المشاهدين نرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الحلم العربي للمسيح وحلقة اليوم برضو حلقة مهمة بعنوان كيف نتعامل مع الظلم والشر نصور يعني هذه محطة هامة جدا في تعليم المسيح الاجتماعية والسياسية اللي عم نتناولها في هذا البرنامج في الواقع في زي ما قلنا في الحلقة السابقة في سياقين للموضوع الظلم فيما يخص اعتداء دولي على دولة وفيما يخص العلاقات المجتمعية وهذا اللي راح نحكي عنه بنا بنا نقرأ من نص معروف اللي هو الموعز على الجبل متى خمسة سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر المقصود فيها لا تقاوم الشر بالشر بل من لطمق على خدك الأيمن اللي بتكلم عن العنف فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اللي بتكلم عن الظلم فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميلا بتكلم عن استغلال لفئة من الناس فاذهب معه اثنين سياق الآية عين بعين وسن بسن شرحنا في حلقة بعنوان حكم الشرع الديني في نفس السلسلة عن معنى هذا الوصية هي مش دعوة للانتقام قلنا هو مادة في قانون مدني يعني شخص كسر لي سني بروح لأحد القضاء وبشكي والقاضي بإلهام إلهي يعرف أنا صادق أو مش صادق ويعطي حكم عليه يعني مش دعوة للانتقام لكن مع تغير علاقة شعب إسرائيل مع الله بطل الحكم الإلهي قائم على الشعب للأسف أخذت هاي الآية كدعوة للانتقام فالمسيح حكى فكرة المسيح من خلال هذا النص لما تكون في صراع مع شخص كون مستعد إنك تتنازل أفضل جدا مما تقضي كل عمرك في صراع وتورث أولادك الصراع وتعيش تعيس مش رح تكون سعيد حتى لو ربحت في جولة معينة رح تخسر في جولات فإذن إنك تحقق سلام في حياتك كتير أغلى وأثمن من إنك تعيش في صراع مستمر حتى تحقق أشياء هامشية لا تقاس بالتعب اللي رح تتعب لكن هذه التعاليم بدنا نخدها قبل ما نفسر المعنى النص بدنا نمشي خطوة خطوة إيش المسيح قصد في فكرة حول له الآخر أيضا حدا لطمني على خد الأيمن حول له الآخر أيضا إيش الأصد من هذا النص الفكرة الأولى اللي منشوفها من النص كأنه المسيح بقول للتلاميذ كن مستعد أن تتألم وتضحي لأجل التغيير تذكر إنه دورك هو إنك تعمل تغيير مجتمعي هل أنت مستعد أن تضحي وتكون مستعد أن تتألم حتى يكون في تغيير فشوي بدي أفسر الفكرة هاي أكتر لاحظ إنه في بداية الموعظة على الجبل المسيح قال للتلاميذ ليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات نقطة مهمة جداً دعوة لنكون شهادة ونور في المجتمع ونكون مستعدين إنه نتألم لأجل التغيير ما في حدا حتى من المصلحين السياسيين ما تألم شانيك في رسالة بطرس الأولى الأصحاح التاني بيقول لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمونا مخطئين فتصبرون بل إن كنتم تتألمونا عاملين الخير فتصبرون فهذا فضلاً عند الله إذن في حث وفي تشجيع إنه نقبل الألم إذن بس بدي أوضح فكرة تحويل الألم من ألم أني منحصر حول ذاتي أنا عم بتألم أنا إنسان مسكين إلى ألم في تطويع هذا الألم إلى ألم يسعى لتغيير الآخرين يعني ألم إله هدف مش ألم منحصر حول ذاتي نتذكر إنه آدم لما سقط في الخطية كانت نتيجة سقوط الخطية على عدة تأثيرات على عالمنا اليوم ونشوف أول شيء كيف قاين قتل أخاه هبيل والفكرة كانت ببساطة إنه حتى قاين يعيش حياة أفضل هو مضطر إنه يتخلص من أخوه هايدي الفكرة الخدعة اللي بعيش فيها عادة أشرار أنا عايش مش كتير سعيد إذا منتخلص من الطائف الفلاني أو من الفئة الفلاني أنا بعيش أفضل فبكلمات أخرى وبنشوف إنه عايش تعبان تائها مهاربا تكون الله قال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك فإذا ما كان مرتاح يعني إحنا مفكر إنه إذا إحنا بنجاوب الشخص اللي لطمنا بالمثل بنكون مبسوطين مش رح نكون مبسوطين رح تعيش في سراع رح تتألم لأنه لما هو يضربك إنت تضربه هو رح يضربك وإنت رح تضربه وربما رح تتوسع المشكلة رح هو يجيب لك جماعته رح أنت تجيب له جماعتك ورح يكون النتيجة يمكن أربعة خمسة في المستشفى وثلاثة أربعة محبوسين وقضايا ومحاكم ومحامين وممكن تستمر للقضايا سنين وتكون أنت متألم فكأنه الله بقول لك قدامك مفرق طرق لما شخص يظلمك قدامك مفرق طرق اسمع منيح يا إما بتضلك منحصر في ألمك وصراعك الخاص وبرضه رح تتألم وتتعب يا إما بتحول هذا الصراع إلى ألم لأجل التغيير بس أنت عندك عند هديك اللحظة أنت مضطر أنك تترك ألمك الخاص وتحوله لألم ومعاناة وتضحي لأجل صنع تغيير في المجتمع وهذا اللي نشوفه اللي عمله المسيح آدم تألم لأنه تمرد على الله المسيح تألم عشان أطاع الله آدم تألم عاش في ألم خاص وكانت نتيجته سيئة على البشرية المسيح وضع الألم على ذاته حتى إحنا نعيش حياة أفضل عكس قايين بالزبط قايين حاول يتخلص من أخوه حتى هو يعيش حياة أفضل المسيح وضع الموت على نفسه حتى إحنا نعيش حياة أفضل فإذن لما أنا أتبع المسيح المسيح شو بعمل بالألم تبعي المسيح عنده القابلية حتى يحول الألم من ألم أناني ألم متمحور حول ذاتي إلى ألم له هدف ألم لتغيير المجتمع حولي فهذا بسميه أنا افتداء الألم بقدر يفتدي ألمنا طبعا بخطته رح يكون يوم أنه لا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد هيك الكتاب بعلم لكن في هذه المرحلة المسيح يريد أن يفتدي آلامنا من آلام منحصرة حول ذاتي إلى آلام إلى هدف سامي آلام تغير في المجتمع الشيء اللي هذا بيخلي نظري تتغير مين المسكين هون أنا المسكين ولا الظالم هو المسكين بحسب وجهة نظر العالم المظلوم هو المسكين بس بحسب وجهة نظر الله الظالم هو المسكين وهو الضحية لأنه الظالم يحتاج إلى رحمة كتير أكتر من المظلوم لأن الله كمان ديان والله عادل تخيل واحد يسرق منك مثلا شنتتك وأنت تتألم والفلوس والكذا وهيك وبعد فترة قصيرة يقبض على الصارق ويستدعوك ويقولك هادي بعض الأشياء اللي كانت مسروق عندك تتعرف عليها فعلا في الموقف هداك مين المسكين انت اللي انسرقت واللي الصارق اللي انقبض عليه لازم نتذكر أنه الله فيش إشي بمر من تحت إيديه بدون ما ينتبه عليه فإذن بنشوف كيف غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم إذن الخاطئ هو المسكين الظالم هو المسكين انت مش مسكين فهذه الفكرة كمان لازم تتغير النقطة التانية اللي بيروجها المسيح وهون راح نوسع وانفسر النص لما بقوله لما طمك على خدك الأيمن فحول له الآخر تحويل الألم من ألم مهتمحور حول ذاتي لألم لأجل التغيير بيقودني لبدء حوار مع الشخص هي ثقافة الحوار المسيح عم بيروج ثقافة الحوار بتقول لي أمي أنتو تقعدوش تتفلسفوني يعني النص واضح حول له الآخر أيضا يعني يعني بتحاولوا تهربوا من نص مش منطقي حتى يعني تعطوا تبريرات للنص لا هذا كلام خطأ النص نفسه بيفسر هذا الشيء وتصرف المسيح نفسه بيفسر هذا الشيء وعندنا مثال نقل الوحي حتى نشوف أنه هذا الكلام ثقافة الحوار اللي بقصد منه المسيح المسيح بتكلم بشكل رمزي يعني كوه مستعد أن تتألم لهدف أسماء الشيء الثاني اللي النقطة هاي اللي بنحكي فيها ثقافة الحوار لأنه المسيح انتبه ما بقول لك رد بالمثل وما بقول لك اهرب بيعطيك احتمال تالت الاحتمال التالت هذا ثقافة الحوار ومنشوف بنتصرف المسيح بيحنى 18 بقول ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا هكذا تجاوب رئيس الكهنة اجابه يسوع ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وان حسنا فلماذا تضربني المسيح ما حول له الاخر ايضا النص هون تصرف المسيح بيوضح بوضوح ايش القصد بين النص القصد هون انه ما تخدش جرحك بشكل شخصي حوله لهدف سامي اللي فيه ممكن الله يستخدمك حتى تصنع تغيير في المجتمع الهدف التاني هون ثقافة الحوار لاحظوا بقوله لماذا تضربني وهذا سؤال مهم حتى علماء التربية بقولك الولد بيظلوا في المدرسة يضرب لولاد عنا اللي ما بفهم تربية بصير يضربوا يعاقبوا لانه بضرب لولاد بس علماء التربية بقولك لا مش هذا المهم المهم نفهم ليش عم بضرب لولاد شو السبب فهون المسيح بيجاوب هذا الشخص لماذا وعننا مثال لسه أسوأ من هيك بقول في يوحنى عشرة أجابهم يسوع أنه بعد ما تكلم معه المسيح أخذوا حجارة بدهم يرجموه وهذا أسوأ بكتير حتى حتى تفهم المشهد أحسن تخيل واحد حط مسدس على راسك وانت مش عارف بده يتخ ولا بدهش يتخ يعني ميش زي لطمك كف ضربك كف خلص أوكي توجعت بس انتهى بس وحاطت المسدس على راسك يعني انت ممكن يؤتلك فشو بيجاوب المسيح أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني نفس الشيء لماذا وهذا شيء أيضا نتعلمه من المسيح ثقافة الحوار إذن كن مستعد أن تحول ألمك إلى ألم أسمى ألم وتضحي لأجل صنع تغيير تنين إنك تدرك وتروش ثقافة الحوار مع الشخص اللي أنت المتخاصم معه ثلاثة لازم ندرك يا أحبة إنه ملك الله فوق ملك البشر يعني من جهة الحكومات لأنه هون يصار سؤال طب إنت عملت هيك طب افرد الحكم فاسد افرد إنه الحكومة ظالمة طب كيف بده يتغير الحكومة خفش الله قادر على تغيير الحكومة هذا دور الله تدورك تشتغل على التغيير المجتمعي لأنه بقول في دانيال إن العلي متصلت في مملكة الناس فيعطيها من يشاء كمان بأعمال بقول عن الله وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم الله حدد ورسم حدود الدول هذا سلطان في يد الله عشانيك بقولنا لتخضع كل نفس للسلطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون إذن لازم نخضع للسلطين نقوم في دورنا الإصلاح المجتمعي ولما يكون الوقت المناسب الله نفسه بغير النظام ستقول يا أما من آمن في قدرة الله يا أما ما من آمن يعني فالله عنده القدرة على تغيير النظام فهذا شيء دايما لازم نتذكره وهذا شيء مهم جدا أنه دايما نتذكره عشان هيك المسيح قال لبلاطوس لما قال له أما تكلمني لست تعلم أن لي سلطان أن أصلبك وسلطان أن أطلقك بلاطوس بيحكي للمسيح المسيح شو بقوله لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق مسيح أدرك سلطان الله فوق سلطان البشر يعني ما تخاف الله في الوقت المناسب قادر أن يغير النظام لأنه في النهاية النظام بيعكس حالة الشعب فهذا موضوع مهم جدا إذا ما تغيرت حالة الشعب مش راح يتغير النظام 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 بيعكس حالة الشعب عشان يكفي ميخة سبعة بقول ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم فلما يصير في تغيير مجتمعي بيصير في تغيير في الحكم الله بيغير الحكم برضو في أمثال 28 بقول لي معصية أرض تكثر رؤسائها لكن بذي فهم ومعارفة تدوم إذن حتى لمعصية أرض بتصير فيه انقسامات الدولة بتنقسم للدولتين وبيصير فيه روس بالدولة وهذا واحد من سمات الوجود الشر في الأرض محتاجي أنه يتغير إذن لازم ندرك أنه الله عنده قدرة لتغيير الوضع عشان يك كمان قال للشعب في القديم فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيطا وأبرئ أرضهم يعني بعطي شفاء لأرضهم ليه؟ لأنه إحنا في النهاية ما نعرف شو الأفضل لإلنا يعني يعطيكم يعني فيه مثلا خلينا واخد زينبابوي زينبابوي بلد كانت كولونية بريطانية رفضوا أنه يكونوا كولونية بريطانية من أكتر من عشرين سنة لليوم حالة زينبابوي في من أسوأ دول العالم أكتر من خمس ملايين لاجئ ولا في حرب ولا في عدوان ولا في احتلال ولا في إشي لكن بنفس الوقت فيش إشي شغال في الدولة ولا دوائر حكومية ولا كهرباء ولا ماء ولا أي خدمات ولا شيء الناس عم تهرب منها في دول ضلطة كلونيات بريطانية مثل أستراليا ونيوزيلندا وهذا وضع فالإنسان مرات بيصار على أجل شيء بس هو مش عارف شو الأفضل ممكن نفس الشيء اللي بيفكر هو أسوأ في الحقيقة هو الأفضل لإله لشانيك إحنا لازم نسلم مصير بلادنا في يد الله نقوم في دورنا المجتمعي في التغيير وهذه النقاط الهامة اللي المسيح وضعها كن مستعد أن تحول ألمك إلى ألم أسماء وتضحي لأجل التغيير تنين روج ثقافة الحوار بدل من القتال تلاتة لما يصلح المجتمع طرقه الله من السماء بغير النظام كما قال فتوبوا وارجعوا لتمحى خطياكم لتأتي أوقات الفرج من وجه الرب ليت الرب فعلا يبارك وطننا العربي وتأتي أوقات الفرج من يده إلى اللقاء في الحلقة القادمة والأخيرة من برنامجكم الحلم العربي للمسيح ربناكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر